مملكة البحرين باعتباره أحد المقاومات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة احتفاء بقيم العمل والإنتاج تحتفل مملكة البحرين في كل عام في تاريخ واحد مايو بيوم العمال تكريما وتأكيدا على دور العمال البارز في تجديد وتزويد حركة الإنتاج في مملكة البحرين في مختلف الظروف والأوقات المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه طورت ودعمت العمال وصانت حقوقهم إلى أن أوصلتهم إلى الاستقرار الوظيفي حيث وضعت الأولويات الوطنية بالمقدمة الجهود الحكومية أو السابورت اللي حصلة طبعا كعمال في مملكة البحرين هو ياي من رأس الهرم اللي هو من جلالة الملك حفظه الله الرعي الأول والدعم للعمال في مملكة البحرين وطبعا بمساندة الحكومة المؤقرة بقيادة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والجهود الحكومية طبعا في شتى المجالات اللي تخص العمال الدولة راهنت على العمال في البحرين مو بمن اليوم احنا بنتكلم من بداية أيام استخراج اللؤلؤ ومن استخراج النفط في البحرين وحتى الدولة الحديثة ولذلك جهود الدولة واضحة وعي مجتمعي انبثق من الجهود المستمرة التي ضمنت للعمال البيئة المناسبة والآمينة والسليمة وعززت حقوقهم وخلقت لهم فرص عمل نواية ومناسبة العمال طبعا الحمد لله يعني بفضل طبعا من الله ومن القيادة اللي موجودة عندنا قيادة مملكة البحرين حكيمة يعني عطتنا الفرصة والمجال أننا احنا ندافع عن حقوقنا ومن الأوساط العمالية الحمد لله عندهم معي يعني طبعا خصوصا في السنوات الأخيرة أكثر من السابق إذا بنرجع للموظفين موجودين عندنا في القطاع الخاص والعام البحرين اليوم تتعدى دول كثيرة في المنطقة بحجم الخريجيين الجامعيين وهذا ما يعطي الوعي والثقافة لعمال البحرين آطاء مستمر وعجلة اقتصاد غير متوقفة تسير بثبات نحو النمو والازدهار بسواعيد العمال الذين يسعون بجد واستمرار في تحقيق الرفعة والأمن الاقتصادي والاجتماعي وصون مكتسبات الوطن ومنجزاته على مختلف الأصعيدة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر